في إطار التكافل والترابط الاجتماعي انطلقت للمرة الخامسة على التوالي مبادرة نعيما للحلاقة التي استهدفت هذه المرة عمال الوطن من كوادر أمانة عمان الكبرى وذلك في استاد الملك عبد الله الثاني في لقو اسمه صف من الحلقين المسلحين بأدواتهم متواجدون في عدة أماكن عامة في العاصمة عمان لاستقبال المحتاجين والفقراء ومن ليس لديه القدرة لدفع تكاليف الحلاقة دون مقابل كهدف في إطار مبادرة نعيما التي أطلقها الشاب صبح العساف ومجموعة من زملائه من نفس المهنة كمبادرة تعتبر الأولى من نوعها في الأردن وتسعى إلى إدخال البهجة لقلوب المحتاجين والفقراء مبادرة نعيما تهدف لأهداف كثيرة طبعا أهداف إنسانية أهداف وطنية بنحب نعمل فيها خير طبعا بمبادرة نعيما بلشت من عمل خير صغير الحمد لله بلشت صغيرة بذر كبرات الحمد لله وهي ثمرها بيّن علينا الحمد لله رب العالمين متواجدين بكل مكان بيحتاجون فيه كل مكان بيلاقي فيه محتاجين المبادرة لم تقتصر فقط على الأماكن العامة والملاعب بل انتقلت لتقدم المرضى داخل مستشفيات العاصمة وتجمعات اللاجئين وستنتقل في مباعد إلى محافظات المملكة ليتمكن الحلاقين المبادرون من رسم البسمة على وجوه الناس بعدما لقيت الفعالية ردود فعل إيجابية كبيرة وأدت لعدو انتشارها بين أصحاب المهنة ذاتها والصالونات ليزيد عدد المتطوعين عن عشرين متطوعا يمارسون مهنتهم في يوم إجازتهم الوحيد خلال الأسبوع أنا من صالون تاني وببادر من هذه المبادرة نعيما من فترة من أول مبادرة لشت المبادرة عملنا الحمد لله أربع مبادرات هذه الحملة الخامسة وفيش مبادرة إلا بكون موجود فيها عدد من المواطنين المستفيدين من هذه المبادرة عبروا عن ساعدتهم بوجود مثل تلك المبادرات والمساهمات الاجتماعية التي تحمل دلالات التكافل الذي اعتاد على تقديمها الشباب الأردني في خدمة مجتمعه